يسرنا أن ينضم إلينا الدكتور جمال البوزيديا الإدريسي الطبيب الاختصاصي في الأمراض التنفسية والاستدرية مساء الخير دكتور مساء الخير سيدتي الفاضلاء مرحبا أهلا وسهلا بك دكتور الإدريسي التغير المناخي طبعا لن يمهي لنا كثيرا يجب أن نطور من طريقة تدبيرنا لزمن الجائحة وسيلقي بضلاله على هذه الجهود قربنا من هذا التزامن بين الإنفلوانزا الموسمية وبين استمرار هذه الحالة الوبائية القاتمة في بلادنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المحلوقات والمرسلين شكرا على الاهتمام وعلى المواكبة وعلى التوعوي الأساسي مع الأسف لا يمكننا إلا أن نسمي الأمور بمسمياتها ولا يمكننا أن نبحث عن مبررات مبررات من أي شكل ومن أي نوع علمه هذا المرض لحد الآن نحن نتكلم عن الساعة والغد آتي وفي علم الغيب ليس لنا دواء بسنة طبي وعلمي ليس لنا نقاح في دواء بسنة طبي وعلمي تبقى أن التصرف المواطنين مع هذا المرض هو الذي يتحكم فيه وهذا خطاب قلناه عدة مرات مع الأسف مع الأسف مع الأسف أننا نجد أن واحد الفئة من الشعب المغربي لا تهتم لذلك وأقبح الشيء الذي لا يقبل إطلاقا وأننا نجد مبررات من أطراف تدعي أنها متقفة هذا الشيء لا يقبل إطلاقا ما هي الإضافة عندما هذا الكلام كما جاء على لسانكم قلناه وحذرنا ووجهنا كل صيار التحذير لكن على ما يبدو كمجتمع وكمغاربة نسير في اتجاه تطبيع مع الأرقام وتلبد المشاعر وعندنا موجة شارسة من الفيروس قد تفتك خاصة بالفئات الهشة إذا لم نتصرف على النحو الأمثال فيما يتصل بتدبير الإنفلوينزا الموسمية سيدتي الفاضلة أستسمحك لأنه أريد أن أركز على نقطة مهمة جدا وهي من الأهمية بما كان وكما قلت يجب أن نسمي الأمور بمسميتها وليجب أن نبحث على مبررات هذا المعراض يجب أن نستفيد من جربة الدولية وكما يقول بيسمارك الرجل الفولة والدم من الحمقة أن نستفيد من تجارب نابل ونواجب أن نستفيد من تجارب الآخرين الدول التي نجحت في انحصار والقضاء على هذا المعراض هي دول التي استجاب الشعب وكان المواطن هو الدرع الأساسي لمحاربة هذا المعراض أمور سهلة جدا يجب أن نلتزم وأن نكون من الملتزمين أولا بالشرع الإسلامي الإسلام كقرآن الكريم يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوك ثانيا يجب أن نكون من الناس الذين يستمعون القولة ويستمعونها أحسنا يجب أن نكون عندنا الثقة المتبادلة في العلماء في السلطات ديالنا في الأمور ديالنا لما كان الثقة لا ينوانوا كنشوفوا حاليا أن الدول اللي نجحت ودول أسيا وأقولها وأكررها عدة مرات وفي مقدمة الصين الشعبية واليابان وإلى آخره استطاع المرض أن ينحصر تماما بفضل سلوك المواطنين لما كانوا المواطنين يحملوا الكمامة بطريقة سليمة يحرصوا على التباعد الاجتماعي يديروا النظافة لهم لا يمكننا أن نقضي على هذا المرض هذا مقدمة ثانيا مع الأسف أننا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الرواي بيداه يكدب الصادق ويصدق الكاذب يأتي شيء واحد تافيه وأتحمل بسؤوليتي فيما أقول ويطلق لزانتوكس دعاية سماء ويقول كل واحد يشبهات الكلام اللي خاوي لا أسس لهم الصحة دكتور فضل اليوم أن الناس تسمع من عندك الكلام السليم يعني فيما يتصل بالتخصص ديالك اليوم مثلا كنتكلمو على مسألة التلقيح وتلقيح الفئات لها الشاء ضد الإنفلوينزا الموسمية العديد من الناس هذه المسألة تلقيح ما تتحفظوا عليها ومتى يأخذوش بها اليوم وشكين هذه المستجدد الكورونا يعني ضرف شديد وخاصهم فعلا يتواصلوا مع الأطباء الاختصاصيين ويلجؤوا لهذه الخطوات التي تلقيح شكرا مرة أخر سيدة الفاضلة ما أريد أن أقوله وأننا مقبلون حاليا على الموجة التانية لحد الآن كنا في الموجة الأولى حاليا نحن على أبواب الموجة التانية وهذه الموجة التانية إذا تصرفنا بهذا التصرف فسأل أصير إلى عواقب كارتية لأنه معروف تاريخيا وعلميا أن الموجة التانية تكون أكثر أفتكا من الموجة الأولى والموجة التالية الموجة التالية يكون الفيروس قد يصدع نتأقلم مع الناس ولكن الموجة التانية هي التي تكون خطيرة وبالتالي نحن أخذنا باش من حسنوش نتائج سيبية نحن نكون كنا نتصرف واحد تصرف له وحاكيم واللي ساهل جدا هو هذو المزير بارير هذه مسألة الأولى مسألة التانية أنه حقيقة كين واحد الأعراض ثلاثة دي الأمراض للأعراض ديها متشابهة إلى حد دينما هما الأنفليونز الموسمية الكوفيد تسعة عشر في المرحلة الأولى ليست المرحلة التانية اللي هي مرحلة التهابية والمرحلة التانية اللي هي مرحلة مرحلة إمنيتر مناعية بامتياز وكين لابينيت أليرجيك كتكون فيها العطس كيكون السايلان للأنف كيكون الآلم دي المفاصل آلم دي العضلات كيكون الحالة العياء كيكون اختفاء دي درجة الحرارة كتكون هذه أعراض ليها مش شبهة بالأولى والتانية فيما يخص لابينيت أليرجيك ما كتكونش اختفاء دي درجة الحرارة ما كتكونش هذه الحركة دي المفاصل ولكي الأعراض الأخرى كتكون متشابهة اللي أهم وكما جاء في سؤالكم الوجه وأنه فئات هذه معروفة دائما لأنه حتى الأنفليونز المرسمية عندها واحد درجة دي الفتك وخاصة الناس اللي عندهم المناعة ديهم ضعيفة وأخص بالذكر الناس اللي هما أصحاب السكري أصحاب الرب الضيقاء أصحاب القصور الكالوي القصور الكابيدي ضعف القلب أصحاب السرطان الناس اللي هما سوشي بيو تيرابي هذا حتى الانسان مثلا الأمراض التلفوسية مثلا أصحاب المدخنين الكبار لأنه يمكن بهذه الانفليونز تقال الاندكومبونساسيون وهذه الاندكومبونساسيون تكون سبب في الوفاة دياله أو في مضاعفة خطيرة وبالتالي نأخذ هذا اللقاح الانفليونز المرسمية يعتبر نموذج نموذج من نموذج ناجحة للتعاون الدولي في الاستشراف للسوش اللي غتكون مسؤولة على هذا الجائحة على الصعيد الدولي وبالتالي كتكون موجدة ولهذا مثلا دفعا الانسان اللي غياخد هذا اللقاح يخصو ياخدو ديال 2021 ما شي ديال 2020 ما شي ديال 2019 لأنه اللي كيكون موجدة لهذا كيغطي 81-90% منه وبالتالي كيحميموا له باش ما كتجيش كتجيش اندوكمبونساسيون ديال ذاك المرض دياله لأنها تدير التلقيح أو لكل يعني شخص لأنك اللي تتحدد على فئة الحوامل مثلا أو الأطفال يعني من أجل نعطيه المعلومة الطبية الصحيحة ونستطمروا الحضور ديالكم معنا شكون الجميع طبعا معني على ما يبدو بالتلقيح ولو أننا تكلمنا على الفئات الهشة اللي عندها الأولوية لا لأن الفئات الهشة تماما ما نزيدوش عليها لأن المرأة الحامل هي تعتبر من المرأة الهشة لأنه وكتكون فيها حالة طبيعية وكتكون المناعة للمرأة مرتبكة وبالتالي يخصها تأخذ اللقاح ضد اللقاح ديالها هذا نعطيه في الحالات معدودة ومعروفة نقولهم نزازماتيك صحب الناس السكري الناس اللي عندهم أمراض اللي كتقس المناعة سرطان ضعف القلب القصور الكالوين القصور الكابدي إلى ذلك من الأمراض اللي معروفة والإنسان كيشوف الطبيب العائلة دياله اللي كينصحه والناس اللي هم مسنين أما عامة الشهد ما كيش مشكلة طيب دكتور بريد نستثمر طبعا الحضور ديالك معنا باش تفعل حول واحد النقطة يعني خطر الإنفلوينزا في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة والرطوبة عندنا أيضا برودة الجو التي تجعل بطانة الأنف جافة وهذا ربما ما يسهل دخول الفيروسات هاد مسألة صحيحة ويمكن أنها تسهل حتى دخول فيروس كوفيد 19 كتر من هاد الأشهر الماضية اللي عشنا هو سيدتي الفاضلة شيء شيء يذكر هو معروف أنه الفيروس أتروبيزم بلمونير الفيروسات اللي عندها تفضيل للجهاز التنفسي كلها كجينة في المواسيم للبرد وتنضطر عندما ترتفع درجة الحرارة إلا فيروس كوفيد 19 وهذا ما يؤكد عند البعض أنا راوي الكفر ليس بكافير أنه مانيبولي أنه مصطنع أنه بالعكس في فترات الحرارة عاد كانت انتشار بشكل هو كبير وبالتالي فيما يخص أن الانتشار دياله في هذا السؤال الذي وضعته هذا سؤال لماذا يستطيع أن يجاوب عليه شيء خبير أو عالي لأنه موضع دراسة لأنه هذا فيروس جديد ومستجد وهذا النقاط ما زال ما مضحش عند الباحثين الكبار في هذا المجال فيما يخص الموسمية الموسمية هي معروفة أنها تكون في الموجود وتنضطر عندما ترتفع درجة حرارة كعلى غير كل كيف قلنا لفيوريس اللي عندهم تفضيل للجهاز التنفسي هو ربما أنا سؤالي نديه افتجاه آخر يعني الالتزام بالإجراءات الحاجزية وكذلك بوضع الكمامات وبجميع التدابير الاحترازية الأخرى ربما يجب أن يتضاعف في هذا الضرف لأن الكثير مننا سيبدأ يعتص والكثير مننا سيبدأ يحب وما سنكون عارفين واش نقبل شخص فيه الكورونا أو شخص مصاب بالإنفلوانزة الموسمية وبالتالي تفاديا يعني باش يكون لدينا درجة الخطار في أدنى مستوياتها قد نلتزم بشكل مضاعف بهذا الإجراءات سيدتي الفضيلة أشكرك على هذا السؤال مرة ثالثة فأسئلتك دائما تبارك الله هذه صحافية موفقة جدا أسئلتك كم جلو دي توجور دفوكيسيون مرسي وبالتالي هذا هو اللي يجب أن نركز عليه يجب أن نوصل الوعي دي المواطن المغربي ونقول له يتقي في العلماء دي يتقي في السلطات دي يتقي هذا شي الأنفليونزة هي كوفيد 19 واقع لا يرتفع ولا تتفق أمتي على ظل فأحرى العالم كله لا يتفق حول هذا هذا شي مسألة بسيطة الإنسان لا يجب أن يكون تيتي يكون معاند هنحملوا الكمبابة بشكلين لا يجب أن نجنبوا ضعيرة 300 درهم الشعب الياباني لا يوجد إلزامية لا يوجد ضعيرة ومع ذلك يلتزموا الجميع دول الأسيا كلها تلتزم بذلك وخصصتوا لي جزء منها هناك مجموعة للناس يقول لك هذه الكمبابة تقنطني تضيقني هذا ستنفي برمو عامل نفسي مطلع ولكن دكتور مزيلا لك ربما ترتي هذه النقطة يعتبر يقول لك لا لا ندير الكمبابة لأنك مقال مداكم لك نستنشق ثاني أكسيد الكربون لا نستنشق الأكسجين وغد تضطر الوظيفة أو للجهاز التنفسي شنو الجواب ديالك كطبيب متخصص كطبيب متخصص غد نعطي أجوبة واضحة لا تقبلوا النقاش وسأعطي حجاج لا تقبلوا النقاش أولا نحن في التقاليد ديالنا النساء ديالنا كلهم كانوا كيديروا نقاب ولا التعم وكتحملوا اليوم كله ومعنداش مشكية الناس ديالنا دابة حاليا ديال الصحراء الناس ديال توارك الناس ديال ديال سوس كيديروا الرزاء وكيلوه علاء فم وجوج مرة وثلاثة وما كيوقع ليه حتى شعاجها كيقيل نار كله بها سيطاني في بير ممسيشيك تاليتان كينا دراسة بريطانية ونكننا نجربها واللي بغي يجي عندي العيادة أنا مرحبا بيدوني مقابل غادي نديروا له لوكسيمتر في سبعه ويعدير الكمامة ونزولوا له لوكسيمتر ونديروا له ويتسم بلاكمامة نفس النسبة اللي كتكون كالضر ديال الوكسيجين في الدم ولي كتوصل للمخ نفس النسبة لا تختارف ربما الإحال على القماشة اللي مصوبة منها هذه الكمامة يعني ماشي بحال التوب أعطيت الأمثلة اللي عندها علاقة بالتوب الناس تتقول يعني هذوك المادة اللي مسنوعة من هالكمامة علما أن تشوفوا بالزبط للأطباء خاصة للإنعاش والجراحة والأماكي المعقمة نهار كله هما أطباء سنين وأعوام وكي وقع لهم تشي حاجة لأنه لم تخلاش فرسو وتخل باللول وما كان حتى مشكيل هذا هذا دليل آخر ثانيا هذوك الكين هو اللي كين وهذوك يستعملوهما هما هذوك الـ FFP1 P2 ولا بيترواء هما اللي كتكون عندك واحد المدخص تحل وتنفس أما الآخرين رعا عادي وكيتنفس عادي وما عنده حتى شي مشكي ثالثان كين كلنا تكون واحد ينسو بلايس كين يكون واحد المرونة شنو هي وأنه من ينكون في الهواء الطرق بعيدة عن الناس نسغلها هذو شي قناعنا به السلطات أنه تبقى أنه إنسان يكون في سيارته وبعده ماشي 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 ملزم ماشي يحملها ولكن نكون في أماكن المغلقة أماكن المكتدة قصروري نحملوا الكمامة وما نسؤولوهاش لأنني كن أنا حامل الكمامة ومقابل ديلي حامل الكمامة كنكون محمي بديزبادية 94-95% جوجبين مني كن واحد حاملها كنرح محميين غيب 4% أنا محميلي حاملها غيب 4% التالي أخص هذا لأنه كنعرفو حود الشيء آخر وأنه الإنسان في الأماكن المغلقات شخصا تحترزو بها حتى في المنازل ديالنا وهذا مشكلة تجبر أنه كتكون حالة بؤر بؤر صناعية أو بؤر منزلية أو في حومات لأنه واحد كيعدي كل شيء يعني كتكون مغلقين معروف أن العدوى تتضاعف عشرة المرات داخل الأماكن المغلقة والعدوى النسبة ديالها عندها ثلثة ديال ديال العوامي أول المكان وش مغلق ولمفتوح ثانيا المدة ديال المدة ديال التعرض دياله لهذاك لهذاك ثالثا وش حامل الكمامة ولا لا وكتبعه ده لكن كل ما كان شيء عنصر من هذا مختل كل ما العناصر الحضوض أنه الإنسان يأخذ العدوى كتكتب وبالتالي قصنا ندخلوه في الناس لا نسمعوش الدعاية اللي هي ما عنده تأسس علمي ولا ساند علمي ونقوله أنه تاني أكسيد الكاربون هذا العضراء ما كيناش تماما كان عطينا حجاج للآباء ديالنا للأطباء اللي كيقيلوا في البلوك من 12 ساعة و18 ساعة وكتر وما كيوقع لهم متى شيء حاجة هذا الشي كان حملوه وبواحد تشكل هذوك هما فيهم أنواع كين الناس اللي كيددعي أنه عنده حساسية حساسية ما كتكون كل شيء اختصاص ديالي حساسية ماذا كان عنده واحد الحساسية اللي واحد إنه هذا الشيء فيه قليل لا تزوج جوج فاصيلة إلى 5% من الناس كيمكن لو يبدل النوع ديال القيماش وهذو اللي كينين كلهم طبيعيين عاديين خاصة هذول الكمامات الجراحية اللي هي ما عندوش ما كان حتى شيء وكان ريسك ما كان تم خطير وطبعا الدعوة مفتوحة لزيارة دكتور جمال بوزيدي لإدريسي في العيادة ديالهم من أجل التأكد بالنسبة للناس شكرا لكم الطبيب الخصائي في الأمراض التنفسية والصدرية شكرا جزيلا لكم مرحبا